نرى الخير ونسير في طريقه يعني هو الذي يجعلنا الذين آمنوا نور الله في قلوبنا لأن الإيمان ها هنا الإيمان هنا الإيمان ده نور يقضفه الله سبحانه وتعالى في القلب يبينظر إلينا ده الإيمان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات يبين اللي حاصل وكأن هذا الحديث بيحكينا عن حاجة مهمة جدا عن حكاية كيف تكون الحياة سعيدة وكأنه بيقولنا أنتوا عارفين مفتاح السعادة في كل حياتك هو إيه؟ إنك تتيقن إنك محل نظر الله سبحانه وتعالى فانهض ولا ترد مدده لك فإنه ما زال معك يبقى ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ مددوا معاك فبيقولك إيه؟ فالحديث كانه بيقولك إيه؟ إياك تستجيب للإيه؟ للعجز والكسل دايما تخذوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يستعيث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء فهو بيقولك لا تستجيب له ولا تستسلم له يعني حضرت النبي لما يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل فبيقولك إيه؟ لا تستسلم لا للعجز ولا لكسل لا تستسلم لا للعجز ولا لكسل فما تستسلمش وعشان كده ليه ما تستسلمش؟ لأن أنت عندك نظر الله إلى قلبك فما تستسلمش للا للعجز ولا لكسل إنت عندك مدد الله سبحانه وتعالى فهو معاك ومعكم أينما كنتم فلذلك ما تستسلمش لده علشان كده دايما بوسأ أحبابي وأقول لهم عليك أن تتيقن من نظره إليك وأن تملأ قلبك بأنوار هذا النظر فتتهيأ بصيرتك لرؤية جماله فالجميل لا يرى إلا بتجليات جماله يعني إيه؟ هيئ نفسك أن ربنا ناظر إلى جمال قلبك إلى قلبك فترى أنوار تجعلك ترى الله عارف ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى نور حفاكرين حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء هو لازم نسأل نفسنا والحديث ده جاي ليه؟ جاي لكي ترى حقيقة كل شيء إيه؟ ليه ترى حقيقة كل شيء؟ هو أي المشكلة اللي بتحصل لنا في حياتنا؟ إن أنا شايف الأيام تئيلة أيام صعبة أيام الأحداث مرة أحداث موجعة طيب هل ده صح؟ يعني إنت شايف إن الحادي بهذا السوء بهذه المرارة والله سبحانه وتعالى خالقه كل شيء وإن الله كتب الإحسان على كل شيء فيجب واحد يقول لي ما أنا مش شايف إحسان أقول له صح أنت مش شايف إحسان بس العيب ليس في المناظر ولكن العيب في الناظر العيب فيك أنت ليه العيب فيك أنت؟ لأن أنت لم ترى الحياة بنور الله قال لي وكيف أحصل نور الله دايما يقول لي كده كيف أرى الله يقول لي أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فهو يراك يعني إيه؟ فإن تيقنت أنه يراك تراه يعني إذا تيقنت أن الله ينظر إليك ويراك أنت ستراه